هناك قصص قرآنية سواء كانت قصص أنبياء أو قصص غير الأنبياء تتعرض لحركة ثورة الإمام الحسين إما بالإشارة وإما بالتصريح وإما بالاستنطاق والتأمل لكن يمكن من خلال المقارنة معرفة الأحداث إلا جرت في كربلاء وتأويلها على ضوء هذه الآيات يعني القرآن كما قلنا يبين كل شيء فنحن نجي إلى الأحداث نتبين معانيها بواسطة القرآن القرآن هو يوضحها إلينا منها هذه القصة العظيمة التي هي قصة قرآنية حقيقية وذلك أن الله أو نبي الله عيسى على اختلاف الروايات وفي هذه المسألة إما نبي الله عيسى وإما الله بعث رسلا إلى أهل أنطاكية فجاء في البداية إثنان منهما سموا أسامها مختلفة يقال أنه يونس أحدهم ويقال الآخر شمعون جاءوا إلى وين؟ إلى أنطاكية قالوا أول ما دخلوا القرية كان هناك شيخ كبير اسمه حبيب حبيب الله أو حبيب النجار وقد يقال حبيب الله النجار هذا كان عند غنى مرعاها وعند ولد مريض كسح كسح في تعبيرنا ملقى على الفراش ما يقدر فدعوه إلى عبادة الله وترك عبادة غير الله قال ليهم شنو دليلكم قالوا إحنا ندعو إلى المريض فالله يشفي المريض ربنا الذي نحن نؤمن به يشفي المريض هذا ربكم كم مريض منكم ما شف من من توليتون هذه الأرباب أو ربكم هذا لتعبدون فاعبدوا الله قال ليهم زين أنا عندي ولد مريض على الفراش ادعوه إليه من شو فدعا هذان الرسولان ومسحا عليه فقام ذلك المريض بإذن الله صحيحا معافا ففرح الوالد والأب فعندئذ آمان وانتشرت قصة في المدينة انتشرت قصة في وين في المدينة فجاء خبرهم عند كل أهل المدينة انه اثنين ويدعون شيء فرفعوا أمرهم للملك أحضرهم الملك فقال ليهم شنو تقولون قالوا احنا ندعو إلى إله قال يعني هذا الإله غير إلهنا قالوا نعم فأمر بسجنهم حبسهم لما حبسهم الآن عيسى يتفقدهم فأرسل شخصا ثالثا شخص ثالث وهو شمعون الصفا فدخل المدينة وتقرب من حاشية الملك فاستأنسوا به أحاديث وحكمة وفكر وأخلاق عندما يجذب حاشية الملك فرفعوا أمر إلى الملك اتقرب إلى الملك استأنس به الملك أيضا عند علم معرفة فكان مؤنس للملك فهو بعد ما أخذ هاي الحظوة في قلب الملك قال له اسمعت أنه جايبين إليكم اثنين وحطيتونهم في السجن ودولة يدعون ما دري إلى شنو هل سمعت منهما وشنو دليلهم قال لا الملك الغضب منعني أن أسألهما لا الناس رضوا ولا الملك رضوا متفقين على أنه ما نسمع منهم قالوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون هذا الثالث وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون متى هذا قال إني آمنت بربكم فاسمعون لما أحضرهم الملك قال نسمع منهم مثل ما تشور وعرضوا على الملك دليل قالوا لي إحنا نمسح على المريض وندعو ربنا يشفي المريض أنت ربك ما يشفي المريض قال أنا عندي واحد ما يشوف مطموس مطموس يعني الطمس في الواقع هو أنه ما إليه مكان تطلع العين يعني صاير الجبهة ومحل العين واحدة ولذلك في قصة لوط طمس على أعيني وراودوه عن ضيفه فطمسنا على أعينه هذا الطمس معا ما يشوف يقول فدعوا الله ومسحوا على المريض فإن شق محل العين إلا ما كان يوجد شق ووضع بندقتين فصارا مقلتين فصارا هذا يبصر إلى هنا هذا ما آمن قال بعد عدكم دليل هذا الدليل الآخر أريد إحياء الموتى هل ربكم يحيي الموتى خب إحنا عدنا أدلة عقلية وهي خير دليل بس هؤلاء ما وصلوا إلى النضج الكافي إلا أن يروا المعجزة بالشكل الحسي تعتمدون على الحس أما الأدلة العقلية والبراهين هذه مو كل واحد يصل بها إلى الغرب فإنه تحتاج إلى نضج كمان ومعرفة قالوا نعم إن ربنا يحيي الموتى قال لهم أنا عندي شخص ميت من سبعة أيام قيل هو ابن الملك في بعض الرواية وقيل هو شخص آخر أبو ما موجود مسافر فبعد لم يتفن تغير هذا سبعة أيام جابوا فصار الإثنان يدعوان الله فأحياه الله الثالث اللي قال القرآن فعززنا هما بثالث فقالوا إنا إليكم مرسل هذا اللي قال وجاء من أقصى المدينة احتمال حبيب الله النجار واحتمال شخص آخر وهو شمعون الصفاء هذا كان يدعو في الخفاء فالله أحياه وقام بإذن ربه وحذرهم في هالسبعة الأيام قال أنا مريت بسبعة أخطار عظيمة ما تحتمى فحذرهم وشفت اثنين يدعوان الله أن يحيني قالوا لي تعرفهم قال إذا أشوفهم أعرفهم فرابوا الاثنين اللي كان يدعوان الله يعني إلا أرسلهم عيسى أو إلا أرسلهم الله سبحانه عرفوا فآمن قسم مو كله قسم من أهل القرية وكفر قسم آخر القرآن بعد ذلك يختم القصة قيل يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ترجمة نانسي قنقر